بعد عام حافل بالأحداث يستعد العالم للاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2023 ومن المنتظر أن تحتفل مدن عديدة حول العالم بالمناسبة السنوية مثل باريس وسيدني فيما لن يتسنى لمناطق أخرى في العالم الاحتفال بالشكل الاعتيادي نظرا لما تشهده تلك المناطق من ظروف متبينة ثمانية مليارات شخص حول العالم يستعدون لاستقبال عام 2023 ووداع عام مضطرب شهد الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية المؤثرة بالنسبة للكثيرين ينتظر أن يكون الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة مناسبة للتخلص من ذكريات مرتبطة بمعدلات التضخم القياسية في كافة أنحاء العالم والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة فيروس كورونا عدله يصبح تدريجيا في طي النسيان ففي فرنسا تنظم العاصمة باريس أول عرض للألعاب النارية احتفالا بالسنة الجديدة منذ عام 2019 بعد أن ألغت العروض في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا وفي أستراليا ستكون سيدني من بين أولى المدن الكبرى التي ستعلن الانتقال إلى العام الجديد مستعيدة بذلك لقبها كعاصمة عالمية لعيد رأس السنة بعدما شهدت في العامين الماضيين إغلاقا واحتفالات محدودة بسبب تفشي كورونا حيث ينتظر توافد أكثر من مليون شخص إلى مرفأ سيدني لحضور إضاءة سماء المدينة بأكثر من مئة ألف من الأسهم النارية الاحتفالات الأسترالية في أقصى الشرق ستليها احتفالات مماثلة في الغرب وتحديدا في الأرجنتين الحائزة مع نجمها الكبير ليونيل ميسي على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 للمرة الثالثة في تاريخ منتخب التانجو وفي دول أخرى حول العالم لن تكون الأجواء احتفالية كما هو منتظر ففي الولايات المتحدة تسببت العاصمة الثلجية إليوت في حالة من الإرباك لاحتفالات رأس السنة الجديدة حيث علق السكان في منازلهم التي غطاها الجريد فيما تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية سيتذكر العالم سنة 2022 دائما لأنها شهدت عودة الحرب إلى أوروبا من خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وما تخلفه من ضحايا ومآس اضطر معها 16 مليون أوكراني للفرار من منازلهم بينما لا يبدو أن روسيا في وضع يخولها لاستمتاع باحتفالات السنة الجديدة في ظل استمرار الصراع وإلى جوار روسيا تشهد الصين عودة تفشي فيروس كورونا بعد أن تخلت بكين عن عدد من القيود الصحية المرتبطة بالجائحة الاحتفالات بالسنة الجديدة ربما تسهم في التخلص من مشاعر سلبية خلفها عام 2022 في أنحاء العالم بعد وفاة ملكة بريطانيا السابقة إليزابيس الثانية وأسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه والزعيم السوفيتي السابق ميخايل جورباتشوف ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي على أمل أن تحمل سنة 2023 أحداثا أفضل مما شهدته سابقتها